حتى آت الله ولي النعمة بالحق منه رأفة ورحما واختار للناس أبا العباسي من أنجد الناس خيار الناس آل النبي من بني العباسي أئمة أفاضل أكياسي فعاد نصر الملك في قرابه ورجع الحق إلى أصحابه ثم رق المنبر يوم الجمعة في مسجد الكوفة يذر دمعة فقام في الدين قيام مثله برأيه الميمون حسب فعله ومات بعد أربع كوامل وسبعة من أشهر فواضلي وقام بالخلافة المنصور فاستوسقت بعزمه الأمور فعاش ثنتين وعشرين سنة يحمي حمى الملك ويفني الخونا حتى توف محرما بمكة فورث المهدي عنه ملكة فعاش عشرا حجج وشهرا ونصف شهر ثم زار القبرى واستخلف الهادي موسى بعده وكان قد ولاه قبل عهده وعاش موسى سنة وشهرين تنقص يوما واحدا أو اثنين وقام بالخلافة الرشيد الملك الممنع السعيد فعاش عشرين ووف عدها وعاش عامين وعاما بعدها ونصف شهر ثم وافاه الأجل بطوس يوم السبت فانهد الجبل وبايعوا محمد الأمين وانكثوا البيعة أجمعين إلا قليلا والقليل أحمد والموت للناس جميعا موعد فأمنوه ثم قاتلوه ما هكذا عاهدهم أبوه ما عاش إلا أربعا وأشهرا حتى تهادوا رأسه معفرا وبايعوا المأمون عبد الله فبايعوا يقضان غير ساهي وفاهموا خلافة المنصور في عدد السنين والشهور ثم أتى الروم فمات غازيا كان البذن دون المحل القاسيا وقل لدى الأمر أبو إسحاقي فالقضى كالصقر على العراقي معتصما بالله غير آفلي فأيد الأمر برأي فاضلي وقام فيهم حججا ثمانية ومثلها من الشهور باقيا ونحو عشرين من الأيام وخمسة أدنته للحمام ومات في شهر ربيع الأول وعمره خمسون لم يستكمل فبايعوا من بعده للواثق وكان ذاك بالقضاء السابق ولم يزل في بسطة ومنعه خمس سنين وشهورا تسعة وزاد أياما عليها خمسة معدودة ثم توار رمسه وبايع الناس الإمام جعفر خليفة الله الأغر الأزهر بعد ثلاثين ومئتي عامي وبعد حولين سوى الأيام خلت من الهجرة في الحساب في العربي المحكم الصوابي بستة بقين من ذي الحجة فأوضح السبيل والمحجة وقام في الناس لهم خليفة خلافة منيفة شريفة قد سكن الله به الأطرافا فما ترى في ملكه خلافا أقام عشرا ثم خمسا بعدها من السنين فأبان مجدها ثم تولقت له الفراغنة وساعدتهم عصبة فراعنا لأربع خلون من شوالي فأصبح الملك أخ اختلالي وبايعوا من بعده للمنتصر فأصبح الرابح منهم قد خسر فعاش في السلطان ستة شهري أخرجهم من ملكه والعسكر ثم أتاه بغتة حمامه سبحان من يعاجل انتقامه فانتخب الله لهم إماما يؤيد الله به الإسلاما وبايعوا بعد الرضا لأحمد المستعين بالإله الأوحد فكان ثان العشر من ولاتها من آل عباس ومن حماتها فنحن في خلافة مباركة خلت عن الإضرار والمشاركة فالحمد لله على إنعامه جميع هذا الأمر من أحكامه ثم السلام أولا وآخرا على النبي باطنا وظاهرا